السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أحلام وأيدهم باركوا كل عام وإنتم بخير تشوفوا معي اليوم طريقة المندي بقدرة الضغط إن شاء الله تعجبكم الطريقة وتجربوها باستنى أراكم بالتعليقات وما تنسوش تضغطوا على لايك وإذا كنتم أول مرة تشوفوني اشتركوا بالقناة يلا مع بعض نشوف الطريقة وأول حاجة بجهز التتبيلة اللي بتبل فيها اللحم يكون في معايا ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود ملعقة صغيرة من الكمون ممكن تستغنوا عنه ملعقة صغيرة أو نصف ملعقة طعام من الكركم ملعقة كبيرة من الملح ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ممكن تستخدموا زيت الطبخ العادي بخلط التتبيلة كويس وبجهز قدر الضغط معايا هذا الجلاس اللي بحطه بقاع قدر الضغط عشان أحط اللحم عليه إذا ما عندكم ممكن تقلبوا أي طاصة سطيل وتسوي اللحم عليها هنا معايا تقريبا كيلو من لحم التبيع يعني مش لحم عقل صغير فبيأخذ وقت بالاستواء وبتبل كل قطعة لحم بالتتبيلة زي ما شايفين وبيكون في عندي بهارات صحيحة قرفة ورقار ريمون مقفف هيل قرنفل وهنا كنت نسيت الفلفل الأسود الحب والكبزة الحب لا تنسوها أنا بعدين بضيفها وبضيف أربع أكواب من الماء المغلي ممكن حتى ما عادي أنا سويت ماء مغلي عشان بسرعة يطلع صوت الصفارة وبيكون في معايا الجمرة بحط عليها شوية من الزيت وبغلق قدر الضغط على طول وبخلي القدر مغلق كذا تقريبا ربع ساعة لين ما يكمل الدخان وبعد كذا برفع القدر على النار بحط الصفارة أول ما يبدأ يطلع صوتها بوطي النار على الآخر وبتضل اللحمة على النار ساعة ونص هنا معايا أربع أكواب من الرزل البسمتي بغسله كويس من أربع إلى خمس مرات وبعد كذا بنقعه بالماء الحار بيظل عندي ساعة منقوع هنا قدر الضغط بعد ساعة ونص بعد ما راح من الضغط بفتح عليه اللحمة يا سلام دايبة ذوبان بشيل الشبك اللي عليه اللحم زي ما شايفين هذه المرقة طبعا إذا القدر عندكم قوي وضغطه تمام الماء ما بيتبخر خالص إذا يعني تبخر فبتزيده شوية ماء هنا بقدر ثاني بحط شوية من الزيت والرز بعد ما صفيته وبصب المرقة اللي بقدر الضغط إذا شفتم إنه الرز لسا يحتاج شوية ماء بأضيفه مع مغلية أنا شفته تمام فخلاص بغط القدر وبخليه لين ما يبدأ يغلي بهذا الشكل وبخلي القدر مفتوح فاتذوق وأضبط الملح وبخلي لين ما الرز يشرب المرقة ويبان الرز على سطح القدر زي ما شايفين خلاص كذا بغط القدر وبخليه على نار هادئة جدا لين ما يستوي وينشف قبل ما ينشف الرز تماما بذوب شوية من صفر الزعفران وبحطه في جهة وحدانة هنا صبيته كله في الوسط وبغطي القدر لين ما ينشف الرز تماما بطفي النار والآن وقت التقديم يا سلام شوفوا الرز ما شاء الله وفلفل نثري وريحة تتقنم بغرف الرز في صحون التقديم واللحمة طبعا بعد ما شلتها من القدر أنا دخلتها الفرن كنت مسوية بنت الصحن ودخلتها الفرن تتحمل كده شوية وتنشف مع بنت الصحن وهذا المندي بقدر الضغط سريع ولذيذ مفيش أي تعقيدات بتمنى يا ربا الطريقة تعجبكم وتجربوها بستنى عراكم بالتعليقات وما تنسوش تضغطوا على لايك نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر